هلا وشلونكم وصفتنا اليوم أطيب وأسهل حمص بطحينة شوفوا لي الشكلة شلونة ولونة شون فاتح والأهم من هذا الطعمة كلش طيب طريقته سهلة المكونات رحكتبها أسفل فيديو بالتفصيل حمص مجروش نقعته وسلكته كل جزين إلى أنهيش نشف المي مالته وصار عجين والتركو يبرد أهم شي يبرد بالخلاط خليت الحمص وخليت الخاشوقة راشي وخاشوقة لبن وسنثوم وشوية كمون وعصرة ليمون ومله وشوية لمندوزي وخلطت بخلاط عن باليوم الشكل الجديدي يكون س تزجاج يدور 35 ألف دورة بالدقيقة كلش سريع وتقدرون تخلطون خلط عادي وخلط ناعم وطحن الثلج همين لما نخلطت المواد ضفت لي ربع كوب زيت مثل ما أنا ضفت هيجي بالتدريج وبس صار عندنا الحمص جاهز وتقدموه مثل ما يعجبكم أنا قدمت وزيت الزيتون وشوية بابركة وأكيد ما ننسي الخبز المحمص طبعا كنا يدينا تتجرح لما ننظف الخلاط أنا خليت لي مي وشوية زاهي وشغلت الخلاط وشوفوا ليه شون صار يلمع وأكيد كل أجهزة أمبليون بها ضمان لمدة السنة وبس عوافق